تعالى نروح للدواء أو يعني تحديدا البن الأطفال إحنا كان لازم نعمل لبن أطفال مصري من زمان هتيجي تقول ليوسف وإحنا صغيرين كان فيه والإعلان المشهور أقول لك كلام جميل وبعدين طيب هل ده معناه إن إحنا هنتوقف عن ده أو خلاص نرفع شعار انسى عمر لا مفيش حاجة اسمها انسى عمر بإذن الله سبحانه وتعالى هتلاقي فيه طرح للبن أطفال مصري يمكن يكون خلال أيام ممكن يكون خلال أسابيع ده الكلام اللي قالته شعبة الأدوية في اتحاد الغرف التجارية طرح لبن أطفال مصري في السوق وبنص التكلفة نحكي الحدوتة ونعرف إزاي من دكتور علي وقوف رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العامل للغرف التجارية أهلا بيك يا دكتور علي منور أهلا بسلام زي الصحة بحاجة بالصحة والسلامة إيه قصة لبن الأطفال المصري الذي يصبح مطروحا بالأسواق ونص السعر بتاع الأنواع المستوردة أو الأنواع الأجنبية يعني أولا طبعا إحنا حابين نقول أن مصر يمكن ماشي على خطة كويسة أو في قطاع الدواء هو قطاع المكملات الغذائية بإنشاء هيئة الدواء المصرية وإنشاء هيئة سلامة الغذائية فبالنسبة للدواء يمكن قصة نجاح البايروسي اللي بقت مصر عالميا يعني مشهود لها صح بأن هناك اتجاه دولة وتصميم دولة وإرادة سياسية من القيادة السياسية بالنهاء والقضاء على بايروسي عشرين عشرين تم والحمد لله مصر من ثلاث شهور خادت شهادة من منظمة الصحة العالمية بتؤكد أن مصر خاليها وأن مصر نجحت في هذا وده حاجة تدرس على مصر العالم الحاجة التانية من قصة نجاح أنا قلت قبل في نهاية تلاتة وعشرين وفي بداية أربعة وعشرين حنسمع في مصر على حاجات غير مسبوقة حتى تبقى إنجازات لم تحدث في تاريخ مصر ولا في الشرق الأسطل الأفريقية في قطاع الدواء وقطاع المستلزمات وقطاع الأغذية من 2017 في أحدى البرامد على القناة الفضائية المصرية خبر والخبر ده موجود عندي وكما بعته لكم حضرتكم في 2018 السيد فخامة رئيس الجمهورية اجتمع برئيس الوزراء واجتمع بمدير أو رئيس مجلس إدارة المصنع اللي هو المصنع المصري في 2017 هذا المصنع كان مغلق وكان إنتاجه اتعاد تأهيله تاني وإذا تكلفات واضحة إنه يبقى فيه لبل مصري بيتم إنتاجه بحيث إنه اللبل المصري ده حيبقى مرحلة أولى تغطية وزارة الصحة والتأمين الصحي وكده احتياجات الناس وكده ومن 2017 كان الاتجاه هو واضح إنه لازم فيه لبل مصري ولازم نخش في هذا المجال وبنفس القوة وننوافس ويبقى عندنا مقدرة كمان إنه نصطر فطبعا بدأ تأهيل المصنع على أعلى مستوى فمن 2017 بدأ إنتاج وطني للبل أطفال مصري الجزء المرحلة الأولية تغطية وزارة الصحة والتأمين الصحي إحنا لو جينا بصينا على سوق لبل الأطفال في مصر السوق لبل الأطفال في مصر بتكلم في خمسين مليون علبة خمسة وعشرين مليون علبة بياخدهم وزارة الصحة ومراكز الصحة بيتم توردهم بسعر مدعم للمواطن المصري العلبة بخمسة جنيه العلبة بخمسة جنيه هي تكلفتها على الدولة النهاردة بعد غلوه الدولار بيبقى التكلفة مية وخمسة جنيه الفرق ده من اللي بتحمله الحكومة والدولة صح والدولة مازالت ملتزمة بخمسة جنيه من 2017 كان سعر الدولار كام والنهاردة سعر الدولار كام فالتكلفة بتزيد ولكن الدولة ملتزمة لأنها سلعة أساسية ولا غنى عنها وأهمية تزيلة على الدولة وأنا أجزم وابسن بالعشرة لأن أنا أعرف ناس بتحصل على هذا اللبن المدعوم يعني أنا عارف مش بقى اللي هو مثلا دكتور علي قال فأنا بقوله أيوة لا أنا عارف يعني أنا عارف ناس كويس جدا بمنتهى القرب بيجيبوه المواطن المصري بياخد الحصة بتاعته كاملة بهذا السعر والدولة بتاعتها بيتبع في الأماكن دي مش موجود سيحة التانية لعدم استغلال أو سوق بيعه في سودة لأنه علب اللبن النهاردة بتعدل مئتين وخمسين ومئتين وثمانين وثلتمائة جنيه وأكتر طيب ده كان مرحلة أولى برضو نرجع تاني القيادة السياسية برضو مع نفس المصنع استراتيجية للدولة التانية لمصد مرحلة تانية اللي هي التوسع لإنتاج لبن ليه تخفيف على العبق على المواطن في السوق القطاع الخاص حيث ينزل بسعر اقتصادي للناس لأنه لبن الأطفال شيء أساسي يعني ممكن من الأب أو الأم يستغنوا عن دواء لهم بس ما يستغنوش على لبن الأطفال بتاعه وبالتالي كانت تكلفات برأسي والحمد لله مصنع الوطني عمل توسعات على أحدث وأعلى مستوى هذا المصنع بيعتبر واحد من ست مصانع على مستوى العالم من حجم وإمكانيات في الصناعة فالحمد لله احنا تم الإنتاج ولكن في هناك بعض المعيير الجودة والرقابة على أي منتج سلع غذائي بينزل من هيئة سلامة الغذاء إنها بتحلل وبتتأكد ولما يطلع مطابق وسليم وكده بتبدأ منزول السوق وتشعر الله نحتفل بنزول لبن الأطفال المصري للسوق وبتكلفة نص السعر الأجنبي وبالتالي هيبقى النهاردة اقتال خاص اللي هو 25 مليون علبة بينزلوا النهاردة وإحنا مضطرين إنه هو التسعير تبقى حرة فيه لإنه دي شركات بتصدر لمصر أنت النهاردة حيبقى إنتاجك وطني وده فلسفة الدولة والحكومة في إنها توطن صناعة بتاعتنا يبقى إحنا حاجاتنا وإمكاناتنا تحت أيدينا إحنا لو ببصت حضرتك مع غلوة دولار ده لو أنت ما بيتوفرش 25 مليون علبة اللي أنت بتوديهم لوزارة الصحة كان زمانك بتستوردهم بدولار قد كده فأنت النهاردة لما وطنت صناعة يبقى استبتجة حكومة وقيادة السياسية ماشي صح فأنا بقى قصة نجاح تانية وقصة نجاح عظيمة أن مصر بقى عندها أكبر مصنع في أفريقيا والشكل بعمر الله طب المنتج ده هيبقى موجود في السوق إيه يعني أنا ما تواصلت مع المصنع وكده يمكن أسبوعين ثلاثة شهر لأنه التحاليل بتاعته تثبت كفاءته وهو تم إنتاجه وموجود في المخازن وكل حاجة إنما على نزول وكده وبتاع وده هيبقى ناس كتيرة هيحلي أغزمات كتيرة في التوقيطات اللي إحنا فيها طبعا عشان الناس ما يلتبسش عليها الموضوع ده سعره غير السعر اللبن المدعوم اللي بيتقدم عن طريق الوزارة والتقليل طبعا عشان الناس ما يلتبسش عليها الموضوع تجاري هيبقى سعر تجاري بس أقل من المستورد أقل يعني يبقى أقل شوها 50% قدر الاستطاع 50% حلوة برد أنا بشكرك يا دكتور والله بجد ودي حاجة فعلا تستحق رفع القبعة لأنه ده هيخفف كتير جدا من على كاه الموضوع تبشكرك جدا دكتور علي عوف رئيس شعبة الأدواب للتحدي العام للغرف التجاري